الترحب الذي تلقته حكومة الإنقلابيين في صنعاء هو للسخرية منها ومن أولئك الذين وقع عليهم الاختيار حسن زيد الدين زيدان أطلقت هذه التسمية على أحد السياسي ميليشي الحوثي عاقب تعيينه وزيرا للشباب والرياضة المباراة الوحيدة التي حضرها وفقا لأحد المعلقين على وسائل التواصل لم تبدأ لأن مطارا غزيرا أوقفها وبلل اللاعبين وأرض الملعب معظم الوزراء الذين عينتهم الميليشيا أصبحوا بمجرد إعلان أسمائهم مادة للسخرية والتندر نكتة معجونة بدموع المكلومين وآهات الموجوعين وفق الصحفي مصطفى راجح هذا هو مدلول الضحك لكن هناك مدلولا آخر إنها نوع جديد من مواجهة الميليشيا التي أمعنت التدقيق في وسائل التعبير عن الرأي العشرات يتلقون أصناف العذاب لأنهم يكتبون آراءهم المخالفة للميليشيا أطقم الحوثيين مطلع الأسبوع الفائت كانت تلاحق أحد الذين اعتادوا التعبير عن آرائهم بشكل ساخر لم يظفروا به ولم يتمكنوا من إيقاف السخرية التي تحصرهم إنهم يرون الألم في عيون الناس وإلى جواره يرون ضحكة صامتة تعذبهم وتلاحقهم في الشوارع والأحياء التي يعتقدون أنهم يحيطونها ببنادقهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر